قناة كنوز النفس تفسير الأحلام الموثق من كلام علماء النفس وعلماء الإسلام أحلام فراها أهل العلم والإيمان إذا رأيت إدريس عليه السلام في الرؤية فهي بشرى بأن الله سيفيض عليك من العلم والإيمان لأن الله رفع إدريس مكانا عليا ولأن الذين آمنوا والذين هوتوا العلم هم الذين وعبوا الله برفعة الدرجات رؤية نبي الله دانيال في الرؤية بشارة بالعلم النافع خصوصا في تفسير الأحلام الذي برع فيه دانيال عليه السلام رؤية أبي بكر الصديق في المنام بشارة بالحظ السعيد في الدنيا والآخرة لأن أبا بكر كان أسعد الناس حظا في هذه الأمة بكونه صاحب رسول الله الأول وصهره ثم خريفته الأول بعد موته عليه السلام فمن رأى أبا بكر في ضؤيا فليبشر بكل خير على حسب حاله وليبشر بالإيمان القوي لأن أبا بكر هو أكمل الأمة إيمانا بعد نبيها وليبشر بأنه من الصادقين لأن الصدق هو وصف أبي بكر الذي عرف به وليبشر بالنصر على الأعداء كما حدث لأبي بكر مع المرتدين وكذا إذا رأت امرأة عائشة رضي الله عنها في الرؤية فهي بشرى للعزباء بالزواج من شخص كريم لأن عائشة كانت زوجة أكرم الناس كما أنها بشرى بالعلم النافع لأن عائشة أعلم نساء الأمة وبشرى بالسمعة الحسنة والسيرة العطرة لنزول براءة عائشة من السماء وكذلك من رأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان من أهل البشرى بالسرق إلى الإيمان كما حدث لعلي رضي الله عنه مع البشرى أيضا بالعلم والفضل والشجاعة والإيسار والعفة والكرم وكلها من صفات علي عليه السلام إذا رأيت نفسك بدينا في الرؤية أكثر من الواقع فأبشر بالعلم النافع لأن الله قال عن عبده طالوت إنه زاده بسطة في العلم والجسم من رأى أن زوجته أجمل من الواقع فسوف يزداد إيمانا مع إيمانه ويزيده ربه علما لأن العلم والإيمان هم الزينة الحقيقية للدنيا التمساح في المنام إشارة لعلماء الهدى الذين يحاربون الباطل لأن التمساح يتميز بالقوة والإقدام وكذا العالم الذي لا يخشى في الحق لوم تلائم رؤية اليقطين أو القرع في المنام بشرى بالشفاء من المرض كما في قصة نبي الله يونس وبشرى بالعلم أيضا لأن الجهل مرض والعلم شفاء ورؤية القرع بشرى أيضا بقوة الإيمان لأن نبينا كان يحبه ومن المعلوم أن القرع يقوّل قلب وكذلك الإيمان يقوّل قلب رؤية الديك في الحلم بشرى لصاحبها بأنه من الذين يحافظون على صلاتهم لأن الديك يؤقز للصلاة وبشرى بأنه من أهل الكرم لأن الديك يؤثر الدجاج على نفسه في الطعام وكذلك النخلة في المنام ترمز للمؤمن القوي الذي يشبه النخلة في شموخه وارتفاع قامته وفي أنه ينفع الناس قدر استطاعته أما الشوك الذي في النخلة فيقابله عند المؤمن سلاحه الذي يدافع به عن نفسه ضد من اعتدى عليه أما السلحفا فترمز في الرؤية كالعالم العاقل الحكيم صاحب الخبرة في الحياة الذي لا يبخل على الناس بالنصح والإرشاد رؤيا بناء المسجد بشرى بأن الله سيرزقك بولد صالح سوف يجتمع الناس حوله ليستفيدوا من خلقه وعلمه موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر